أنا أي أحد يجي يقول لي مثلاً أنا كنت في علاقة توكسيك فأنا لازم الأول أسمع يعني وخصوصاً يعني كل المستمعين والمشاهدين اللي عندنا والرسائل اللي بتجيلنا بلاقي دايماً مثلاً حتى لو ست يعني حتى لو ست طب توكسيك إيه اللي حصل بس يمكن ستات غلابة أكتر يعني الرجل بيبقى فعلاً بيتعامل معها بكل أسليب تكسير الزات يعني طب قولي لي كده علامات العلاقة توكسي يبقى لو بيكسر فيها دعوة بيحسسها بالنقص عشان هي تحس إن هي أقل وإن هو كتير عليها ده نرجسي بس توكسيك هي المظلة الأكبر للنرجسي والاعتمادي والشكاكو يعني كلمة بتوصف كل حاجة طب لما واحدة تبعت مع السجد دولك أنا طول الوقت أنا عايز أعرف أنا عندي أنا كده في علاقة توكسيك ولا رات فلايجز اللي في حياتي ونولي صح ولا غلط رقم واحد أنا بفرح يومين وازع الشهرين رقم اتنين أنا طول الوقت أنا اللي بجري عشان أرضيه بعمل كل حاجة ممكن ترضيه وهو ما بيرداش فبفضل طول الوقت بحرق في عصابي وجودي عشان أعمل دايماً اللي يرضيه رقم اتنين رقم تلاتة ممكن أنا اللي اهتم دايماً بأعياده ومناسباته وأي حاجة تخصه وهو لو اهتم مرة بيحسسني ان دي العالم كله كفاية ان انا افتكرتك رقم اربعة كل ده؟ لسه قادة؟ طبعاً لسه سلاش تجني لما عدت له انه كذا مرة يخني فكان دايماً يقولني لا دي نزوات عادية واللي بيحب بيسامح فتخالي بقى لما يوصلها حتة ان اللي بيحب بيسامح ويقنحها ان هو لازم تعدي الخيانة عشان كده تبقى انت بتحبي لو انت معديتيش تبقى انت محبتينيش من أصل دي علاقة تاكسيك ولا رد فلاجز ده هم الاتنين ما شاء الله تاكسيك هم الاتنين ليه بقى؟ لان هي في مرحلة معينة لما ظهر لها كل العلامات اللي هي الريد فلاجز وكملت فهي عملت منهم ستاير بقى اللي عملت منهم فستان عجبها اللون الأحمر يا ما هو هي فاكرة ان هي كده هي قصيلة وبتكمل وبتحبه لان هو بيقنحها بكده انتو بتخيلين الراجل يوصل لمرحلة ان يقنعك بالغلط وتعمليه بحب ولو ما عملتهش تحس ان انتي اللي مقصرة مش هو المقصر لا هي من جواها حتة عايزة تقتنع بدأ دايماً الضحية بيبقى مشارك في أزا نفسه هي عايزة تقتنع ان هو كويس عشان ميزة تانية فيه ثم كملة او عشان مش قادرة تتخيل الحياة من غيره فدي مشكلتها هي بقى أول مرة أزاها مشكلته تاني وتالت مرة بقى مشكلتها يعني انتي شايفة ان اول مرة أزا فخلاص هو اجيه مسلا اعتذره بتاعه ودي غلطة ومش هتكرر لكن مجرد ما الأزا ده بيتكرر يبقى المشكلة عند الست بالضبط اه عندي انا هي ضعيفة لدرجة ان هي مكملة ممكن تكون شخصية اعتمادية بس احنا برضو هنقدرش نصنفها لا احنا مش هنصنف بس احنا كستات وزي ما بنقعد كده هنا وفي النادي وفي الكوافير فانا لما بعد احكي مشكلتك مهمة الناس برضو بتبقى بتسمعنا وبتبقى عندها نفس المشكلة او قريبة منها فبتفهم تعمل ايه ومتعملش ايه يعني احنا مش داخلين عارفة دراسة ايو 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 على فكرة النوع ده من الستات اللي هي بتحكي لك خاني عشر مرات وضربني بش عارفة ازاي وانا مكملة معاشا بحيب هيا بتحكي وهيا مش مستنيها حل على فكرة لان هي عارفة الحل ايه في الحالة زي هي بتبقى عارفة انه خلاص العلاقة انتهت هي عايزة للقدام هيسمعها وخلاص يتعاطف معها وخلاص